الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية يتحدث اليوم بعد التتويج وهذا اليوم العظيم اليوم في ملعب الجوهرة مع زمينا وليد الخطير استاهل الأمير عبد العزيز بن تركي الترحيب الكبير اللي رحب فيه جمهور الاتحاد وجمهور كرة القدم السعودي على كل جهد قاعد يبدله الحقيقة يعني فيه شيء ننقال وفيه شيء ما تدرون عنه بيجي واحد يقول لجنة قالت وأصلاً مفروض قرار رائعاً من الناس يشتغلون على شيء كبير رح تعرفون خلال أيام تكتشفون من عندنا رح يكون عندنا دوري واو السنة الجاية دعني أبدأ بشكر جزيل لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم للقطاع الرياضي ومتابعة سمو سيدي ولي العهد لكل تفاصيل القطاع الرياضي ودعمها المباشر لهذا المشروع الكبير اللي نحضبها في المملكة العربية السعودية الحمد لله انتهى الموسم توج المبروك لنادي الاتحاد وحضوا فغلباقي الأندية وإن شاء الله يعني زي ما شفتم المنافسة القوية إلى نهاية الموسم فإن شاء الله نطمح للموسم القادم تكون المنافسة أقوى كمان وإن شاء الله يستعدون الأندية لموسم حافل وموسم مليء بالمفاجآت الكروية إن شاء الله موسم القادم واجب أن نعمل لكل ما فيه مصلحة لتطوير رياضة في المملكة العربية السعودية وأنا محظوظ بدعم سمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي وأيضاً لكل القطاعات فكمسؤول أجد هذا الدعم ولا نتعب ونقدم ما لدينا أو أفضل ما لدينا لكي نرتقي إن شاء الله برياضة السعودية لأفضل المحافل الدولية هذا هدفنا إن شاء الله في ظل رؤية المملكة 2030 وفي ظل متابعة ودعم وطموح سمو سيدي ولي العهد وأيضاً طموح الشعب السعودي أنه يريد أن نرى كل الأندية وكل الاتحادات وكل الرياضات أن ننافس عليها في جميع المنافسات الحمد لله اليوم الدوري قوي وإن شاء الله نطمح إلى مزيد من الإصلاحات التي تخص الدوري لكي نكون عندنا مستقبل زاهر لرياضة السعودية وفيما يخص كورة القدم بالذات أنتظروا لأن نصرح رسمي لا بس أخبر الموضوع ما تأخبر تونا مخلصين الموسم اليوم طيب هل بنزينا ميسي خلصوا؟ أنتظر لأن نصرح رسمي طيب لما تسأل رئيس نادي يقول لك أنا ما لي علاقة طيب أنت وزير رياضة طيب ما قلت لك الأندية بتعلن عن هذا الشيء بشكل رسمي وإن شاء الله في وقت المناسب طيب هل فعلا الأخبار تقول أن الاتحاد سيجل بلعبين الجانب الكبار خصوصا أنه سيلعب كاس عالم مثلا؟ والله يعني إحنا هذه إدارة الاتحاد هي اللي لازم تشتغل على هذا الشيء وإحنا كوزارة ندعم جميع الأندية لهذا الشيء طيب رجعت النادي الأهلي ومجهودكم على رفع الإيقاف على الأقل مواقة أبدا المجهود هو إدارة قانونية وإحنا نقدم خدماتنا سواء كان في وزارة غياضة أو اتحاد السعودي لكورة القدمة وحتى الرابطة لكل الأندية هم يعرفون ذلك جيدا كل الأندية لنجد أنه ممكنهم نسعى لقضية معينة أو وضع معين للنادي لتصحيح أمر معين يعني هذا شيء مهم طبعا أبارك للنادي الأهلي لرجوع لدوري المحترفين أو دوري الممتاز وإن شاء الله نأمل منهم أنهم ينافسون على الدوري الموسم القادر شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة